أهلا مشاهدين نتعرف على أهم أنباء المال والعمال والشروع عمد أهلا شكرا لكم صحر وإيمان أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة موسيقى نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من تقرير صادر عن أحد المؤسسة الدولية يزعو متعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد من جهتها شددت وزارة التموين على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لمورد الأقماح قلل المدة المتفق عليها في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة لمناشدة المواطنيين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية موسيقى في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط واستقرت على نطاق واسع خلال الأسبوع الساعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج في تهدئة القلق من نمو الطلب وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 41 من 100% لتصل إلى 76 و27 من 100 دولار للبرميل كما صاعد أيضا خام غرب تكساس الوسيطة الأمريكي بنسبة 27 من 100 مسجلا 71 و48 من 100 دولار للبرميل وصاعدت أيضا كذلك أسعار المزودة عالميا بنسبة 21 من 100% لتصل إلى 32 من 100 دولار للتر في المقابل انخفضت أسعار الغازة الطبعي بنسبة 19 من 100% لتسجل 22 من 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة مدعومة لقفزة في أسهم تسلا غير أن المستثمرين أحجموا عن المشاركة إلى حد كبير قبل صدور بينات تضخم وقرار السياسة النقدية الأمريكية الأسبوع المقبل وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 6 من 100% وصاعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 26 من 100% كما زاد المؤشر ناسداك بنسبة 56 من 100% ارتفع المؤشر نيكي الياباني بشدة ليسجل صعودا للأسبوع التاسع على التوالي مع شعور المستثمرين بالارتياح من تثبيت سعر التسوية النهائية وزاد المؤشر نيكي بنسبة 97 من 100% محققا أكبر مكاسب يومية منذ الاثنين الماضي في حين ارتفع المؤشر 32 من 100% خلال الأسبوع كما صعد المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا بنسبة 51 من 10% وارتفع كذلك أسهم قطاع الشركات التجارية بنسبة 33 من 100% لتسجل أفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة توكيو للأوراق المالية وصعدت كذلك أسهم قطاع الأدوية بنسبة 22 من 10% أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطانيلي شيسوناكا شراكة اقتصادية جديدة بين واشنطن ولندن تهدف إلى احتواء النفوذ الصينية ونص الإعلان الأطلنطية الذي وقعه الزعيمان في البيت الأبيض على بنود عدة بينها تعزيز التعاون في صناعة الدفاع وفي الطاقة النووية المدنية وتوريد المعادل الضرورية في الانتقال على صعيد الطاقة لقد بحثنا شراكاتنا الاقتصادية الجديدة وكيفية الارتقاء بها لضمان بقاء بلدينا في طليعة دول العالم إن شراكتنا الاقتصادية هي قوة هائلة ومصدر قوة يرسخ كل ما نقوم به معا ونحن نريد تسخير هذه القوة لتأكد من أننا نخلق وظائف جديدة وندعم أسر الطبق العاملة في بلدينا لا يوجد بلد أقرب إلينا من بريطانيا العظمى وبصفتنا حلفاء للناتو وشركاء في الابتكار وأصدقاء في الرؤية المشتركة للمستقبل فإن بلدينا مستعدان لمواجهة التحديات وأنا واثق من أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستستمران في قيادة العالم نحو المزيد من السلام والازدهار والأمن للجميع أعلن رئيس الوزراء البريطاني لشي سوناك عن تخصيص 17 مليار دولار من الاستثمارات الأمريكية الجديدة في المملكة المتحدة ما أدى إلى خلق آلاف الوظائف وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار سوناك إلى إجراء مباحثات اقتصادية موسعة مع واشنطن بما يمنح الشركات البريطانية وصولاً أقوى إلى السوق الأمريكية اتفقنا على إعلان الأطلنطي وهو شراكة اقتصادية جديدة لعصر جديد هذا الأسبوع وحده تم تخصيص 17 مليار دولار من الاستثمارات الأمريكية الجديدة في المملكة المتحدة مما أدى إلى خلق آلاف الوظائف قد تحدثنا عن خطة عمل جديدة بشأن الطاقة نظيفة وتقليل الحواجز التجارية وبدأنا مفاوضات بشأن اتفاقية استغلال المعادن بين بلدينا وبمجرد إبرامها ستمنح الاتفاقية للشركات البريطانية وصولاً أقوى إلى السوق الأمريكي انتهت جولتنا الاقتصادية وعودة من جديد إليكم صحر وإيمان شكراً لك شروع آمد ترجمة نانسي قنقر